اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نشاهد على المباشرة صور من غرف حفظ الملابس وعملية النداء التشكيلتين بحضور كما اشرنا طاقم التحكيم لهذه المباراة الذي يقوده السيد الحكم الدولي محمد زكريني الذي ستكون اخر مباراة دولية في سجله الحافي المسعود طبعا حسان زكريني ستكون اخر مباراة له وربما حسان شطرني رأي ليس هناك افضل من نهاية مثل هذه يعني ان تكون او ان تدير مباراة بحجم مباراة ملودية الجزائر واتحاد الجزائر يعني مباراة اما ومباراة كبيرة وكبيرة جدا اذا حتى زكريني ويستحق كل خير محظوظ جدا انه خاتمة مشواره تتكون من خلال مباراة مثل من هذا المستوى جانب السيد ايضا ابراهيم جزائر واحمد صدراتي صدراتي عقوان سيد محمد زكريني موجود الان في وسط السورة وحكم دولي منذ سنة 2001 ويبلو من العمر 45 سنة وسيدير لاخر مرة مباراة نهائية في مشواره الدولي الحافل بالمشاركات على المساويات العربي الافريقي وكذلك الدولي اخر نهائي كان اداره السيد محمد زكريني كان نشاهد هنا في نهائي سنة 2002 في المضالل في جمعات بملعب تنسي عشر مائي بالنبع بين وداد تليمسان ومرودية وهران ومتعدة افيل صهر وغانا احمد وانباءات فخامة رئيس الجمهورية لفوق كرة القدم فوق كرة القدم اي ابناء الجزائر الذين ابوا الا هم كذلك الا ان يحتفلوا بهذه اللوحات الرائعة التي نتمنع مشاهدها على الجهة المقابلة العلم الوطني الجزائري هذا وتلزي التحكيم بقيادة محمد زكريني خمس 40 سنة حكم دوني في السيدة كأس الجمهورية وتعطى طربة الانطلاقة مع فريق الاتحاد ومع دوكوري وابوتا والصراع فوق ارضية الميدان واول خطأ اول صفارة يطلقها حكم المباراة بعد صفارة الانطلاقة لصالح فريق مرودية العاصمة وخطأ لصالح فريق بالخارج لصالح دوكوري تدخلات هذه القوية جدا حكم المباراة سفر كثير منذ انطلاقة المباراة بعد سبع دقائق لعب سفر مقابل سفر بالنتيجة طبعا الانصار المولودية بطاقة حمراء يخرجها الزكريني في وجه حاني سار امام انظاره مش عارف ماذا حدث ولكن الحكم يخرج البطاقة الحمراء في وجه حاني سار امام كوله بالي مش عارف اذا خرج اللعبين اثنين ام لا شافوا حكم المباراة ذكريني بانه حاني سار تدعى لكل بالي اعتقل الى اللقاء النهائي في الصعوبة لا ننسى عندما يصل موعد التدويج ان نتذكر ونذكر بخير فريق اتحاد البليدة الذي كان قابقه وسيني او ادنى من ان يصل الى اللقاء النهائي بفزيلي فريقه الشعب وجمهوري الرائع الاتحاد الذي كان من الممكن ان يكون هنا لو لم يكونه الحق في المباراة النصر النهائي امام المولودية من دون ان ننسى فريق شبيب القبائل الذي لم يكن في يومه بالمباراة النصر النهائية امام فريق اتحاد العاصمة وكل النوادي التي لاعبت الادوار التمهيدية لسيدة كأس الجمهورية التي ستتسلمها المولودية مرة اخرى واعتفور بان العرف قائم الان في شوارع العاصمة وشوارع الكاترين من المدن الاحتفالات ستكون كبيرة جدا انضاء تاريخي بالنسبة للحكم السيد سكريني سيققى يحتفظ به الى الابد من دون شك خاصة وان المباراة هذه هي النهائية الاخيرة بالنسبة اليه سبق له ان ادار مباراة نهائية في عنابة بين اليداد والمرودية اعتقد سنة 2001 بعد سنوات يدير المباراة النهائية وهي الاخيرة بالنسبة لمحمد سكريني الحكم الدولي الذي سينهي مشواره في الايام القليلة المقبلة وهذه اخر مباراة هو ابنه ان شاء الله يكون خليم سيق محمد في مشوار التحكيم او في مشوار الرياضي السيفة عامة كلاعب او كمدرب لما لا شكرا لك سيد سكريني على ادائك وشكرا للجزار ايضا الذي ادار الكثير من المباراة النهائية كحكم مساعد سيقر وحسب تصريحات السيد محمد سكريني فانه التقى فخامة رئيس الجمهورية خمسة مرات اذا اليوم كانت اخر مباراة له في مباراة كلاسيكية جميلة فوق ملعب خمسة جويلية بحضور جمهور غفير جدا وقضى بالاجمال حوالي 24 عاما في التحكيم فشكرا للسيد محمد سكريني والتاريخ سيكون الحاكم عليك يعني التحكيم عارف فيه كل شيء عارف فيه بلدان يعني التحكيم عارف ترجال عارف الجزال من شبع الغرب من شمالها الجنوبها شب التحكيم شب ناسيا شب إفريقيا شب أوروبا تحكيم لي أداني لها بشيء الحمد لله جيرونا سيكتولي جوكي مويدين جيرونا سيكتولي جيرونا سيكتولي فتبول بالحكمة كذلك في التسيير نتأسف أنه خطرش نظن بلي مازال يعطي الكورت القادم والتحكيم خاصة نتأسف يعني لأنه راح يوقف مشواره في التحكيم ولكن نظن بلي سيكتولي ني مازال يقدم خدمة كبيرة للتحكيم كمؤطر وكمكوين ونتمنى له نجاح المهمة الجديدة اللي عنده خلينا نسمونه شوية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر